بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما زلنا في الحديث حول كيفية آذاء مناسك الحج لأن هذه الأيام كما سلف الذكر هي أيام الاستعداد لقضاء الفريضة الخامسة من فرائد الإسلام التي قال فيها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا هذه الأيام جموع المسلمين والمسلمات جموع المؤمنين والمؤمنات في القارات الخمس كلهم يتوجهون إلى بيت الله العتيق يتوجهون إلى مكة المكرمة يتوجهون للطواف حول الكعبة استجابة لقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام جموع المؤمنين والمؤمنات المتوجهين إلى البقاع المقدسة يرفعون أصواتهم بالتلبية استجابة لقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظامر ياتين من كل فج عميق أذن في الناس بالحج فهم يقولون ربنا استجبنا استجبنا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لا تحرم عبادك المؤمنين والمؤمنات من قضاء الفريضة الخامسة من فرائد الإسلام اللهم وفق الجميع للذهاب إلى البقاع المقدسة اللهم يسر ولا تعسر اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر وتقوى موضوعنا لليوم هو الحديث عن كيفية السعي بين الصفا والمروى بالأمس تحدثنا عن كيفية الطواف قلنا بأن الإنسان من لك يبغيج المكة المكرمة أول مرة فهو كيبدأ من الأفضل بالتمتع اللي هو أنه كي أدل عمر أولا ثم يتحلل يصبح متمتعا ومن بعد كي انتظر حتى الموسم الحج في الثامن من ذي الحجة عاد كيبدأ موسم الحج قلنا بأن الإنسان هو غد المكة المكرمة في الطائرة كي قل لبيك اللهم عمرة إلى الحج غيدخل بالعمرة من اللي غير يصل المكة المكرمة غد يصل إلى البيت العتيق يدخل من باب السلام وحينما يشاهد الكعبة المشرفة يقول اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة إلى آخر الدعاء اللي هو معروف ثم يبدأ في الطواف حول الكعبة المشرفة بداية من الحجر الأسود يشير إليه بيده لنك الإزدحام وكيقول بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ودبقي طوف حول الكعبة المشرفة سبعاد الأشواط وكلما وصل بين الركن اليماني والحجر الأسود كيقول الآية والدعاء المأتور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار وكي يحاول أنه في الأشواط الثلاثة يدير الإذطباع الرجال الإذطباع اللي هو تعريه الكتف الأيمن مع الرمل اللي هو المشي السريع في الأشواط الثلاثة وكي يستمر الحاج والحاجة في الطواف حول الكعبة المشرفة سبعاء دي الأشواط حتى كي يكملها ومن بعد كي يقول من لكي يسل السبعة الأشواط اللهم اجعلوا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا ثم بعد ذلك كيمشي عند مقام إبراهيم وكي يسل لركعتين واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى قراءتين فهناك يصلي عند مقام إبراهيم كي يجعل مقام إبراهيم بينه بالكعبة المشرفة كي يسل ركعتين خفيفتين الركعة الأولى بالفاتحة وصورة الكافرون والركعة الثانية بالفاتحة وصورة الإخلاص ومالبعد كيمشي الماء زمزم وكي شرب ويتضلع يتضلع من ماء زمزم ويدعو لأن ماء زمزم لما شرب له ويقول دعاء الماتور اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل دائن وصقم من اللي كيكمل الطواف حول الكعبة المشرفة هذا وحد الركن يلا وحد الركن قام به كي تسمى الطواف حول الكعبة المشرفة والمطاف ده بالآن الحمد لله راه الكبير بعد التوسع دي للحرمين الشريفين رات قريبين هناك مليونين شخص كل ساعة يطفون حول المطاف را مشهد مروع مشهد مهيب مليونين شخص يطفون حول المطاف كل ساعة وتباك الله كين دي بربعات دي الطبقات كين طبقة السفلية وطبقة الوسطى والعليا والعليا والسطح الإنسان في معج بك يطف من اللي كي ساعة الطواف يشرب من ماء زمزم كيمشير الركن تاني لهو السعي بين الصفا والمروى ما هو الصفا والمروى هما جبلان جبل موجود قريب من المكة المكرمة والآخر بعيد عنه بعشرات المترات واحد المسافة يعني خاصة الإنسان يكون صحيح واركابيه صحح باش يقدر يكمل السعي بين الصفا والمروى الناس اللي هم مرض را الحمد لله كين هناك عربات اللي كتنقلهم وكتديهم وكتجيبهم كين هنا أشخاص كيتخلصوا عليها وكين ناس متطوعين في سبيل الله من اللي نوصل للصفا والمروى كان صعب فوق الجبال دي الصفا كان بدا بالصفا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه صحاب يا رسل الله من أين نبدأ هذو جبالين واحد اسمه صفا والتاني بعيد عليه اسمه المروى مين غا نبدأوا قال لهم ابدأوا بما بدأ به الله ثم قرأ عليهم قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكير عليم ينغم دوم الصفا هنا مزيان الحاج والحاجة يبقوا في الكوكبة إلا اللي كان عارف وسبق لي مشا للعمراء وأدى المناسيك مرة وجوج فهم وحدهم ما في مشكل لكن اللي مشا أول مرة يبقى مع الكوكبة يبقى مع الجماعة را كل الجماعة يكون عندهم مطوف من ولد البلاد الحمد لله الآن دبا الآن ولت الأشياء منظمة تنظيما دقيقا غاد يبقى مع الجماعة ديالي مع الكوكبة ديالي وغاد ينتبع اللي غا يقول يلفقه اللي معنا عادة مليكي تجمع الناس الفقية كيمشي بأقل الواحد معنا كيمشيوا بالضائف معنا ما نزربوش لأنك يوقعوا واحد المشكيل مع الكوكبة كيلقوا فيها نصحاح بغي يزرب وكين الناس خلين مسنين أو مرضى بغيها بالمهل هنا الفقية شخي يمشي مع هادو لا مع هادو غاد يقلوا واحد كي يجر الجهة هو وخص يكون ديبلوماسي ويكون عقلاني ويكون لبق وغاد يمشي بوحد طريقة وسطية أنه ما يعطلش هادوك الزربانين وفي نص الوقت يحمس دوك المرضى ودوك المتحابين أنهم يبدلوا واحد المجهود إضافي كتلقى بحل بحل شي كوتش كيكون دائما كيحاول ما أمكن أنه كي يزرع الهمة يالله يالله والناس كيفرحوا مليكي تكون ديك الهمة وكان عياو نشربو من ماء زمزم كينا نروبينيات في كل مكان نشربو من ماء زمزم حتى نتضلع وندي معاية تميرات دي منزم معي واحد الصيك صغير ولا شي خنيشة صغيرة في تميرات كل مرة كنا إلى تعبد ناكل تميرات فيها لكالوغي فيها السكريات ونشرع من ماء زمزم نشرب كتير ماء زمزم نشرب ما نخافش ما كيدخلش في التبول را ما كيمشيش للجهاز البولي كيخلش غير العرق سبحان الله العظيم الماء الآخر كيمشي للجهاز البولي لك ترتي منه خسك لطوالات الجهاز البولي كيخرج مجرد عرق ناكل تميرات نشرب من هدي الزمزم ونقول أنا غنود نجري الركابي كيتسرحوا العظام كيقواوا مش حال دي الناس شفناهم مشاول بقعة المقدسة بالعكاز وكيلمش بالعربة المتحركة وكيلي غادي كيتأكز عن الآخرين وسبحان الله العظيم من اللي أدى المناسك بقوة وحيوية ونشاط تسرحوا له الركابي وقوى عنده العظام واسترجع الصحة دياله غنصعدوا إلى الجبل جل الصفا المأتور كان ديرو كما فعل النبي الكريم صلى الله وسلم الفقه ما غا يجيب شجم الناس الفقه اللي معاكم غادي يقول لكم الطريقة اللي حجبها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة اللي قالها النبي الكريم كيقول الفقه ما كان لازي يدور نقصان ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف بالصحابة المكرمين من الأنصار والمهاجرين صعد إلى جبل الصفا وقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الفقه يقول الفقه يقول النس من خلفه يقول ما زال الفقه الآية يقطع إلى أجزاء يقول مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله النس يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم الفقه اللابق اللادعي يطوف لك يقطع إلى أجزاء ويخلي الناس اللي معامة الناس كلي مقاريش كلي يعين ولا قد الحال يتبعوا لك لم يقل الفقه يقول ما نرى ثم يسعد إلى الصفا ويقف مستقبلا القبلة كيشوف الكعب المشرفة أمامه وكيرفع يديه ويكبر ويحمد الله تعالى وكيقول الدعاء اللي هو فيه فيه التعظيم لمقام الإسلام والدعاء قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وهكذا أدعي النبوية مأتورة نقولها عند الصفا ثم نقول اللهم قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف المعاد نسألك يا مولانك ما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمين ثم كان نزلوا من الجبال دي الصفا طبعا الجبل وعر نحن نقف غير في الحافة ديالو بعد ذلك نصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ملكا هبطو من المرتفع دي الصفا وغنم دون شاء الله تعالى وغنم دون في الأدعية الأدعية عادة فيها الأذكار وفيها التهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد كنوضب على هذه الكلمات وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم وغد في الصفا في السعي غدك نذكر الله تعالى ذكر الله وحد المشهد مهيب كتشف العالم العالم من حولك العرب غير قلال العرب يلاك يشكله 27% من عموم ساكينة الحجيج للمسلمين وتقريبا ما يزيد عن 73% كلهم عجم هناك الأسيويون والأفريقيون والأوروبيون والأمريكيون وجميع الجنسيات كلك يبقى عليه انبهار يبقى عينيك يبقى وغيرك يشوف في الخلق الوجوه وكيبالك كل كوكبة على قدر التنظيم ديالها طبعا الكل يعلم بأن من أكثر البلدان تنظيما هي ماليزيا عندهم واحد تنظيم رائع كيبالك غديم حل خليدي النحل كيبالك كوكبة فيها مئة مئة وعشرين بيتين كتلقاهم غادين بواحد طريقة منظمة وغادين بواحد الأذكار فيها لحن عدب كتسمعوا واحد لحن جميل بحل سينفونجيا في الأذكار كيتشبهوا بعالم الملائكة كتلقوا كذلك شعب أخرى اللي هي منظمة كين الشعب الإيراني اللي معروف أنه كيستعمل ذكر واحد أساسي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وكين وحد الرفع ديال اليد إلى الأعلى بحل شكل ثوري وكين هناك جنسية مختلفة المغاربة معروفة للحمد لله بالتواضع ديالهم والطيبوب ديالهم المغاربة ساهل الإنقياد غير كلمة طيبة وابتسامة ونظرة حانية كل شيء يتقد وكل شيء يتصف وكيعد المشتمع المغربي والنموذج المغربي كيعد مثالي في الحج الحمد لله والشكر لله ومن لك أنت مغادين في السعي كم قوة بالأذكار والأدعية اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار طبعا الفقه كيقول هذا الكلام والناس تابعين ونفس الكلام كيقطع هالدعاء إلى جزيئات باش ناس كلهم يعودوه كيقول كلمة والخلاك يعودوا معه حتى كنوصلوا لواحد المنطقة فيها الميلين الأخضرين في السعي بين الصفة والمروى كنوحد المنطقة فيها عالم أخضر هذا السنة النبوية أن الرجال يقومون بالجري الخفيف السعي اللي كيكون فيه الجري الخفيف بحال نوع من الرمل والنساء لا هكذا فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المنطقة بين الميلين الأخضرين كنقول واحد دعاء مأتور تبت على النبي صلى الله عليه وسلم كنقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إني أسألك الهدى والتقاء والعفاف والغناء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مليك نقول هالدكر كنوا تجاوزنا الميلين الأخضرين العالمين الأخضرين نجاوزناهم ثم من بعد ما نقعوش نجريوه كان نمشيوه المشي العادي وإحنا غادين ما زال في الدكر ما زال في الدكر حتى كان نوصلوا للجبل الآخر لهو المروع مليك نوصلوا له كان عاود ننظرهم جاتانية وكان نقف واحد الوقفة خفيفة نستقبل القبلة ونقول دعاء دعاء لأن هناك ملك نكمل السعي من الصفة إلى المروع كان نستقبل القبلة المشرفة نزيد دية وقفة خفيفة ونقل واحد دعاء اللي في باب الاستجاب مفتوحة ندعو مع نفسي بالإيمان والتقوى وندعو مع الوالدين بالرحمة والمغفرة ندعو مع عموم الناس بالهداية ندعو مع البلد يلي بالأمن والأمان والسلم والسلام ندعو مع الأمة الإسلامية بجمع الشمل ندعو مع كل مكة دعوة شاملة كل مكة مباركة بعد ذلك كنرجع في المصار الثاني المقابل سنجي من المروع إلى الصفة ونغذي كذلك بالذكر والتهليل والتسبيح والدعاء رغم ممكن نقرأ القرآن حتى ليس هناك الذكر خاص إلا بعد الأذكر المأتورة ممكن نقرأ القرآن المهم ما نبقاش نتكلم في أمور تافيحة حتى يتكلم ويبدي نسرسو ويتكلم في قضايا الدنيا هذه ذكرها عبادة طبعا هذا السعي ليس بالضرورة أن تكون فيه متوضع هو الأفضل دخل وأنت متوضع لكن إذا الوضوء دي اللي انت قد وانت كتقوم بالسعي بين الصفة والمروعة لا شيء عليك غير كمل غير كمل بإذن الله ودائما من اللي كان وصل الجبل دي للصفة كان أعود نفس العمل اللي قمت به دائما تجديد الأهد مع الله دي ما كان قرأ الأيات القرآنية المرتبطة بذلك والأذكار المأتورة كل سبعات المرت بعدلها تكون عندي ربعات الوقفات عند الصفا و ثلاثة الوقفات عند المروع ربعات الاشواط ربعات ال насколько 40 يسحوا لا مأتوقllie سو protect ليشيط لا لمشيتي شوط إذا رجعتي شوط غي تحسبها سهلة غي تقول عندي ربعات الوقفات عند الجبل ديال الصفة وعندي ثلاثات الوقفات عند الجبل ديال المروع كل موقف عند جبل الصفاء سأقرأ هذه الآية الأذكار المأتورة سأقرأ بعض مرات كل مرة واحدة إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ونستمر حتى نستكمل سبعات الأشواط من اللي سنسلي الأشواط كاملة إلا قد الله سمعت النداء للصلاة وبقي مسارية الأشواط إذا أقيمت الصلاة نقطع السعي وندخل مع الجماعة ونصلي الصلاة المفروضة ومن اللي سنسلي نعاون نكمل من حيث إن قطعت ودائما الإنسان يمسك اللسان دياله عن القيل والقال اللسان يبقى دائما في ذكر الله راه جاي مغرب وجاي خلط العائلة والأحباب والمصالح ديالك وشيط ذكر بقعة المقدسة باش أنك لا تنشغل إلا بذكر الله يكون اللسان ديالك دائما لا ينطق إلا بنور الله وهداية الله وجلال الله ولا بد من غض البصر الرجال والنساء لا بد وصية غض البصر لأن إبليس شاطر وكي بقي إبليك مظاهر دي الافتتان لا بد أن الإنسان يغض من بصره من اللي غنسة لي الطواف حول الكابة المشرفة سبعة الأشواط وغنسة لي السعي بن الصفا والمروة سبعة الأشواط أشبقي لي بقي لي الحلق فإذا أتممت كل شيء كيف يحلق المرأة الحلق ديالها سهل كتأخذ قدر أنملة حتى تمشي البيت ديالها في الفندق وكتحييذ الذرة من راسها وكتدر ضفيرة عن اليمين وضفيرة عن الشمال وكتقطع بالمقص قيدة أنملة يعني قد قد الفولة يعني واحد جز سنتيم كتقطع من شعرها بالنسبة للرجل له أن يقصر وله أن يحلق ولكن الأفضل أنه يقصر لأنه ما زال بقي تابعو المناسك ديال الحج هذا اللولغر ديال العمر دخل بالعمرات إلى الحج فالأفضل أنه يقوم بالتقصير ويخلي الحلق فيما بعد إلا كان شيء واحد ربما محلق أصلا أو ما عنده الشعر كان صلاح ما عنده الشعر كيدوز بالموس دخل قسم الله من الشعر داز رأى الدى السنة طبعا من اللي غنبغي نحلق رأى الحلق عبادة كين بعض الناس كيحلق وكيبقوا يبسطوا بعضيتهم آه فلان شو شعروا كيدير آه فلان كده كده كيبقوا يضحكوا الحلق هنا عبادة إني أتعبد الله تعالى بأن أعطي جزءا من جسمي لأن الحاج أعطى وقته وأعطى من ماله وأعطى من بدنيه وجهده ده بغا يعطي واحد الجزء من جسمه ربي عز وجل ما قشل نطني عين أو سن أو أصبع قل لنا واحد الحاجة اللي ممكن تعوض وهي الشعر كان حلق الشعر بحل المولود من اللي يتولد يعق عنه يوم سابعه ويحلق كذلك الحاج يحلق وكأنه خرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه فمن اللي يبغي يحلق يقول اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي ذنوبي يأتي رسول الحلق بش يحلق له يقول اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة من لك يسأل الحلق يقول لك الساعة أتم أتم المناسك جيل العمراء وينتظر الحج غد يقول الحمد لله الحمد لله على ما هذانا الحمد لله على ما أنعم به علينا الحمد لله الذي قضى عنا نسوكنا اكتر من الحمد من اللي تسأل الطواف ونسأل السعي والشرب من ماء زمزم والحلق خصني نكتر من الحمد الحمد لله على ما هذانا الحمد لله على ما أنعم به علينا الحمد لله الذي قضى عنا نسوكنا هنا الحج يحيد الإحرام ويتحلل ويحل له كل شي ديك الساعة يمشي الغرفة يستحم يخدوش ويحيد الإحرام ويلبس اللبس العادي جل بقى الفقية يبقى مع الزوجة ديه عادي كأنه سائح هذا كي تسمى المتمتع كي يبقى أدى العمراء وكي تسنى كي ينتظر حتى الثامن دي الحجة عاد غيب ديه الموسم ديه الحج بعض الناس يقول لك هذا وقت فارغ واش ممكن نمشي نأدي شي عمرة تانية على شي واحد من العائلة والأحباب نعم ممكن غير فقاك يقول لك لا خليها تتكمل الحج تتكمل الحج كله وتسالي ويبقى لك الوقت زائد عاد ممكن تأدي عمرة تانية كي يبقى أدى على وليديه الله يرحمهم العمرة كي نأديها بالنيابة على الأموت أو شو واحد حين عاجز لا يقدر أبدا على الأداء الفرائض فهناك يمشي الحاج إلى التنعيم اللي هو مسجد أمنا عائشة رضي الله عنها هناك يشدد الإحرام ثم يغتسل كي يلبس التوب الإحرام ديالو كي يلبي يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان بني فلان عن أمي عن جدي عن واحد من الناس اللي هو يعتمر عليهم بالنيابة يكونوا من الأموت وكي يرجع للمكة المكرمة كي يقوم بالطواف وكي يقوم بالسعي وكي يحلق هناك يعود سلدك العمرة الأفضل أنه لا يؤديها إلا بعد أن يستكمل كل مناسك الحج إمتى قد تبدأ مناسك الحج ما زال قد تبدأ احتل ثميني دي الحجة عاد قد يكون البداية ديال مناسك الحج لأنه قد نثمين دي الحجة كيتسمى يوم تروية وعدنا يوم تسعود دي الحجة كيتسمى الوقوف بعرفة وعدنا عشرة دي الحجة اللي هي الناس كيمشيوا كينزلوا من عرفة المزدلفة وكي يرجعوا المنان وكيتم كيقوبوا بعمية رمي جمرة العقبة ثم كيعودوا الحلق والتقصير من جديد ديال الحج وكيتم طواف الإفاضاء اللي هو الرقم الأساسي طواف حول الكاباء والسعي من الصفة والمروى اللي يقدر يددك النهار يوم العاشر اللي ما يقدر يحتل من البعد هي قد تبدأ يوم العاشر وكتنتهي إلى ما تمي شهر دي الحجة هذا يوم العشرة دي الحجة كيتم يوم النحر رمي الجمارات وكيكون فيه الحلق وكيكون فيه النحر والطواف ديالإفاضاء والسعي من الصفة والمروى ثم التحلل وكيبقى عندنا يوم 11 و12 و13 كيتم أيام الرمي الجمارات الثلاث الجمارة الصغرى والوسطى والكبرى وبدالكي كيكل الإنسان كمل المنزق ديال الحج هاد شغنت كلمولي بتفصيل إن شاء الله لكتب الله العمر غدا بإذن الله تعالى لكن اللي بغن الآن الحجاج ديالنا يتبتم منه وهو أنهم يعرفوا الأركان دي الحج لقلنا هي الإحرام أولا ثم الطواف حول الكعبة المشرفة ثم السعي من الصفة والمروى وغد يكون الركن الأكبر هو الوقوف بعرفة يوم تسع من الحجة أسأل الله الكريم أن يوفق جميع عباده المؤمنين والمؤمنات لاستكمال الركن الخامس من أركان الإسلام وما ذلك على الله بعزيز رب عز وجل إذا أحب عبدا أو أمة فإنه يجعله من ضيوفه وهيهيئ لهم أسباب الزيارة بإذن الله اللهم تقبل من الجميع اللهم أمين يا ربي كريم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك نفتح خطوطنا الهاتفية الموضوع رهن إشارة الجميع وهي كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 فمرحبا بكل المكالمات كلنا آدان صاغية وقلوب واعية لاستقبال تدخلاتكم وتساؤلاتكم نبدأ بأول مكالمة من إقليم مراكش مع للا سعيدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لاعفوة بنتي سعيدة مرحبا لاعفوة بنتي سعيدة كيف شوق عليها بنتي سائدة تحت في البير؟ وشوق عليها؟ ايه طحت وملي بدينا المستشفى وولد شوية كتها ظهر وكل شيء خرجت من قيل عاش وكل شيء الله يشافي يا رب الله يشافي يا بنتي سائدة لا اله يلقى ايه بنتي سائدة لا اله يلقى ايه؟ ايه واحد نار مسكيني ومت لا اله الا الله لا اله الا الله رحمه رحمه وسعه بارك الله فيك ولا شك بنتي سائدة بنت وفاة الاخت ديالكم خلت واحد الاطار ديال الحزن عميق وصل عائلة ايه زاف ويكبر مني ويهم هي كالحسب يا ام هي اختي كبيرة وكل شيء لا اله الا الله ايه لله وانا اليه راجعون ايه وانا بحينا مريضة شوية نفسانيين من المت ايه اللي كانت تفكرها هي بلصة يمشيت كانت تفكرها وكل شيء لا اله الا الله الله الرحمه رحمه وسعه بنتي ايه نعم ايه يا ربي اطلب الله تعالى الله يجعل اخي الاحزان لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله بنتي سائدة ابن قل لك بان اختك ماشي ماتت ربك يقول لك بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قبل الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الاموات ابنتي سائدة هو الذي لا يذكر الله الميت من هو الميت هو لك يعيش في الدنيا يأكل ويشرب كالانعام يستمتع بما خلق الله تعالى من طيبة الدنيا ولا يذكر الله ولا يشكره ولا يحمده هذا هو القلب الميت اما الذي فارق الحياة كنقول انتقل الى الرفيق الاعلى الاخت ديالك من اللي توفها ربي سبحانه وتعالى هذا كقدر مكتوب من اللي يقول الانسان في بطن امه قال لك قوتي لا كيف قدر كان مكتوبا ومقدرا بان وفاتها غتكون بسقطة في البئر روخا كندرت الاحتياطات اللازمة كنت غتسقط في البئر لانه لا ينفع حضر مع قدر ذلك قدر مكتوب وقد وقع الذي وقع المؤمنين باش يتميزوا عن بقية الناس يتميزوا بانهم يسلمون الامر لصاحب الامر يفضضون الامر لصاحب الامر هذا هو لك يميز المؤمن عن غير المؤمن المؤمن ملكة قليش قضية مباشرة يسلم الامر لصاحب الامر غير المؤمن يبقى فلسف وكي يبقى يدر إجراءات وكي يبقى يدرب أخمس في أسلاس وكي يبقى يدرب أخمس في أسلاس وكي يبقى يدرب أخمس الحلقة مفرغة ببساطة هذا أمر كتبه الله ولا ينفع من معه أي حضر ذلك قدرها ربي اللي اكتب لذلك القدر ماذا علينا أن نفعل أول حاجة كنحمد ربي على ما قدر وكتب وكندعو لها بالرحمة والمغفرة واللي يسقط من مكان عالين يسمى شهيد لأن ربي عز وجل أكرم كل من مات موت غير عادية أكرمه بفرصة الشهادة الغريق اللي غرق في البحر أو في النهر يسمى شهيد والحريق المحروق تحرق بالعافية يسمى شهيد ومن سقط من عالين سقط من الجبال أو من واحد العمارة أو طحف البئر سقط من عالين يسمى شهيد ومن أكله السبوع السبوع يعني حيوان ضار قد يكون عقرب أفعاء أو أي حيوان له أنياب أو أظافر قتله يسمى شهيد والمرأة عند الوضع المرأة كتوضع وماتت لك قدر الله موقد اكسجين تنقل خطاء طبي تجهيزة ما كيناش أغن مسحوها في الإدارة المستشفى ولكن أول وآخرا ذلك قدروها وكذلك من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد هو أحد كيدفع على رزقه كيدفع على أولاده دخلوا عليه اللصوص دخلوا عليه كذا كيدفع بغاء الحماية النفسه فقتل يسمى شهيد من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد هذا كلهم شهداء فلعل أختك للا سعيدة تكون شهيدة عند الله يا رب العالمين وإلا كانت شهيدة فهنيئا لها ستكون يوم القيام عروس ستكون من المقربين شوف الكوكبة نحن نشوف غرف النظام البشاري مالك يكون رئيس الدولة وحدة وحدة المجموعة للمقربين أولا وكنا الصفوف الناس مراتب المرتبة الأولى على قدر الشرف للإنسان هكذا ولله المثل الأعلى مالك الملكي المؤمنين اللي هيكونوا في الصفوف الأمامية شكون هما الشهداء هما اللولين لأنهم جادوا بأنفسهم ومن بعدهم غد يكونوا في اللول كي الأنبياء والمرسلين ثم الأولياء ثم الشهداء وقيل العلماء وقيل المحسنون غد يكونوا متقدمين أصحاب الإحسان الكورماء غد يكونوا متقدمين هذو كي بوحدهم وعاد كنين الذين تقضى على إليم حوائج الناس وعاد الناس غد يتفاجئوا وحد الكوكبة غيكونوا في المقدمة شكون هما الصابرون هذوك في المقدمة شوف تبهنا غير في النظام البشري كالقوا رئيس دولة حوله مجموعة من الشخصيات كالقوا وزراء هيئة ديبلوماسية كالقوا ضباط سامون كالقوا الهيئة العسكرية الهيئة القضائية العلماء الولاة العمال ملكي بغيرتبوهم الناس المكلفين بالبروتوكول ركي بقوي درسه شكل في المقدمة على حساب الشرف دياله على حساب المهمة دياله على حساب المهام المناطة به والمسندة إليه كي أعطوه الصف صفك متقدم من رئيس الدولة ولله المثال الأعلى ربي عز وجل لك هو مالك الملكي الناس المقرب إليه شكون هما اللولانيين الأنبياء وبعد منهم المرسلون أولا المرسلون الرسل ثم بعد الرسل كي الأنبياء حتى هناك فرق بين الرسول والنبي الرسول في المقدمة يتلوه النبي ثم بعد الأنبياء كي الأولياء عاد يكون الصفف الأخرى أشكال وألوان كما ذكرنا هناك الشهداء وكي هناك العلماء والدعاة الذين يدلون على الله وكذلك غد يكونوا الكورماء المحسنون الذين يكرمون الضعفاء والمساكين وعاد غد يكونوا الذين تقضى على أيديهم حوائج الناس أي واحد وضع الله في واحد مقام تقضى على أيدي حوائج الناس وغد يكونوا أصناف وأشكال وغد يتفاجئوا بأن واحد الكوكب كما ذكرنا اللي هما ناس مسطة ولكن غد يسبقوا هات الصفوف كاملين وغد يكونوا في المقدمة شكنهما الصابرون المبتلون الذين ابتلاهم الله تعالى في الدنيا بالفقر أو ابتلاهم بالأمراض أو ابتلاهم بمصائب شتى كل مريض كل فقير كل مظلوم وكل محجور وكل وقع لي رب اللي يعلم به أش غد يدير هذا الإنسان بارك عليك يقولك الصالحون سأنتظم في سن في سلك الصابرين الله يجعل بركة لكن نستتمر هذا الوضعية اللي عندي وضعية الفقر ولا وضعية المرض ولا وضعية الضعف ولا وضعية أنني مظلوم أو محجور نستتمر هذا الوضعية هذه وأنتظم في سلك الصابرين لعلي أفوس فوزا كبيرا هنا ربي قلنا في كتابه العزيز إنما إنما معنى إنما قسم أدات حصر وقصر في اللغة العربية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الصنف الوحيد اللي كيعطيه الله شاك على بيض كيعطيه أجر ليس له حدود شكونوا هما واحدين فقط توحد من زحمهم إنما هي أكت أدات حصر وقصر إنما يوفى يوفى كيوفى لهم الله الميزان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كنبغي نقول في هذا المقام أي واحد فينا من الأحباب دينا اللي كيسمعوا اللي عنده ظروف صعبة عنده فقر عنده مرض عنده ضم عنده تهميش عنده حجرة ما عنده زهر ما عنده حب في الدنيا نقول لي هاني قالك غير صبر غير صبر رغدغن ودعو جميعا رتعوح ما يبقى فيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى وسوف تفاجأ غدعتك الله وسام رباني رفيع المقام وسام الصابر فغمغن كل واحد منا يصبر ويحتسب وربي عز وجل قال لنا وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كانوا الصالحين يفرحوا يقول لي كلا كتمن الصابر الله يجعل بركة أنا ما قدت نكون من العلماء عقلي صغير ما قدت نكون من الدعاء جهدي ضعيف ما قدت نكون من الكرامة والمحسنين ما عندي مال ما قدت نكون من العباد الزهاد ما قدت نكون حاكم عادل أو قاضي عادل أو قائد عادل قد نحكم بالحق ما عندي فرصة ولكن عندي فرصة نكون صابر عندي هذه الفرصة ولكن أنت صابر ستفاجأ الجميع ستكون في المقدمة أمام مالك الملك جل جلاله لأن سعيد الله يشاف الولدة الله يمتع بالصحة وبالعافية وبتمام العافية الله يرحم الأخت ويسكن فسيح الجنات ويجعل في أعلى عليين مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقاء والله يسقم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعون نتحول من مراكش إلى الدار البيضاء مع أخينا فخر الدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك فخر الدين مدار بيضاء مرحبا سيدي كنا نشكرك وكنا نشكر طاقم تقني لمستقبل المكالمات أهلا وسهلا بك أخويا بغيتك تدعم أي واحد دعاء حتى بديت كنح في القرآن تبارك الله وبغيتك تدعم هايا يا رحمان يا رحيم وصي فخر الدين أراك أنت مؤهل باش تدعم معنا انت لك دب الآن غت نطنم في سلك أهل الله انت دب الآن الحمد لله يا ربي وولي اختارك باش انت لبت حفظ القرآن راه وولي اختارك دب انتدأ أصبحت واستجابت دعوة بإذن الله بارك الله فيك أستاذي بارك الله فيك هنيئلك أخويا هنيئلك هنيئلك وعنده واحد سؤال الله يجزك بخير مرحبا أخويا كين بعض الناس نعم من اللي يكونوا يصليوا لا يمكنوا ان تدعم القرآن لا يمكنوا ان تدعم لهم على صدرهم واشهد جائز لما فيه جائز واخصي فخر الدين بإذن الله وانجاوبك بإذن الله شكرا لك يا فخر الدين شكرا لك بعد أول حاجة بقت انهنيك من اللي يقول لك الواحد أنا بديتك نحفظ القرآن راه ماش انت كتحفظ القرآن راهو سبحانه وتعالى اصطفاك واختارك وهيئك وأراد أن يودعك سره اللي بغي دلشي عبادة من العبادة بغي تصلي بغي يصوم بغي يحج بغي تصدق راه ماش انت اللي بغي دل العبادة راهو سبحانه وتعالى الذي وفقك واشتبك واصطفك وحبب إليك ذلك مثلا قيم الليل عندك تتحفظ كنت اللي قمت الليل راهو الذي أقامك أراد أن يقيمك بين يديه فأيقضك في جو في الليل وعطاك الاستعداد وعطاك الحيوية باش تقوم دير قيم الليل وحتى اخر رب ما بغاش قال لي غير نعس خليك نعس وكتمر السنوات طويلة هو نعس هو نعس حتى يجي الشيب حتى يجي التجاعيد حتى ينقاض العمر وغادي القراص بأنه في هاد الفترة الزمانية الدنياوية القصيرة منهار خلق هو غير كي يجري حول الدنيا كي يجري حول الدنيا وفي الأخر ما غير دي من هواله قال لك لأجعل أنك تجري جري الوحوش في البرية ثم لا تنال من الدنيا إلا ما كتبته لك العقل هو الذي يسأل الله تعالى أنه يوفقه لقضايا الدين حتى يرس المال وهي الفضل الشي الأخر غير وسائل العيش إلا كانت مرحبا ما كانش لا ينقص ذلك من همتي شيئا لي عنده الدين عنده الراس الملح الصحيح وعنده الفضل وعنده الخير كله سفق الدين هني أن لك تحفظ القرآن الكريم دايما أدعو ربك سبحانه وتعالى أنه يوفقك لسهولة الحفظ والفهم والعمل كانوا الصحابة رضي الله عنهم يقرنون بين الحفظ والفهم والعمل كل خمس آيات كانت نزل يحفظوها ثم لا يتجوزونها حتى يفهمون معانيها ثم يعملون بمقتضها من اللي كانت دوز واحد فترة زمان يقصر كيكون قد أتم حفظ كلام الله وفهم معانيه واجهد في تطبيق أحكامه في هذا الحالة أشي يعطيه الله تعالى؟ كيعطيه الله مقام الشفاعة كيكون مبشر بالجنة المبشرين بالجنة ما أكترهم منهم الحافظة للقرآن كيبشرهم الله بالجنة وكيبشرهم الله بمقام الشفاعة قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن فاستدهره وأحل حلاله وحرم حرمه أدخله الله الجنة وجعله شفيعا لعشر من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار في الأول أدخله الله الجنة يعني يرى مبشر بالجنة الحافظ لكتاب الله العامل بأحكامه هذا داخل الجنة هذا فضل من الله وكرم من الله وملك يدخل الجنة كيكرم الله بمقام الشفاعة كيقول لي عندك كات بلونش عندك الحق تدخل معك عشرات العائلة ديالك وخيكونوا من أهل النار انت قد تدخلهم معك على وجهك وعلى الاجتهاد ديالك أنك كنت كتخلي الوقت ديالك تميم عندك انشغالات عندك الأعمال عندك التجارة عندك المسؤوليات وتقطع جزءا من وقتك لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وعمل أحكامه كيأتك الله هذا المقام كتدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وكيأتك المقام الشفاعة اختار عشر من المقربين إليك وخيكونوا من أهل النار كيدخلوا الجنة على وجهك لهذا كان المسلمون عبر التاريخ كانوا يتنفسون كل أسرة كتأخذوا أحد من أولادها كتحاول ما أمكن أنها تفرغه يتفرغ لحفظ القرآن وكتلقى الوالد كيعطيه واحد النصب زائد من المال وكتلقى الوالدة كيتهله فيه باش يقدر يحفظ ويبارك له الله تعالى في هذا الحفظ ومن ثم يكون بهذا المقام الشريف سفاق الدين قضية الصلاة جواب عليها القبض سنة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى هذا قول النبوي صحيح أن الصلاة كثى القبض لكن تبت أيضا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي بالسدل وكان بعض الصحابة ممن ربما يكبرون في السن وقد يسمن الإنسان ويشق عليه أنه يصلي بالقبض كان يصلي بالسدل وقد تبت في ذلك روايات كثيرة أنه يجوز الصلاة بالسدل والإمام مالك رحمه الله إمام أهل الفتوى في هذا البلد كان يصلي بالقبض وفي آخر حياته صار يصلي بالسدل فكلهما جائز فالقول هو القبض القول والفعل هو السدل وكلهما جائز لسل بالقبض ولسل بالسدل فكلهما جائز بالسنة وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع واللحظة أيها الأحبة الكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا رب العالمين تقبل منا جميعا الصلاة ووفقنا لأذائها في الوقت في مساجد الله مع الجماعة ورزقنا اللهم الإخلاص والخشوع وتجاوز عنا ما يقع في صداتنا من خطأ أو نسيان أو سهو لا إله إلا الله مع ذي رأيه الأحباب الكرام نفسي انقطعت لحظة الصلاة كانت عندنا وحد مستمع مباركاجة الإدعاء وفيها وحد الحالة دير المس غريب مجوسي ابقيت معه في صراع الحمد لله ربي سبحانه وتعالى جبشفاء مجوسي لهوية عاشق سبحان الله العظيم لك تقرأ عليه آيات آيات المحبة دير العشق ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سبحان الله العظيم كيتقرأ سبعة مرات كيتكتف وكيتطلب السلام والعافية لا إله إلا الله مع ديرا استغفروا الله استغفروا الله ونعود أيها الأحبة الكرام ونستقبل المزيد من المكالمات سوف تحولوا من ضل بضل لحظة وسوف نمشي إلى سيد زوين مع لالا زهرة مرحبا لالا زهرة شتاكتين لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا بيتك الجواب عيزة دعائية الغير خب تبعا عزا ليالي يا حيبارة توصل لي توصل لي خيابين وتوصل لي كل حاجة وين مريضة معطي مدي بالمسواس والأذنين للا زهراء مليمة المرحوم خلالك فرع كبير في النفسية ديالك قمت لنساء في حينا ديما معيدي مثلا الناس الغوات في المعزاب الغوات ديما سيخري ما تبزع الزكري ديما ريض الله علي عالم الله يشافك لللا زهر الله يشافك يا رب الله يشافك وعافك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم لا إله إلا الله يا رب يا كريم للأزهر يا رب أنا راني بي جوجد فوق مثلا خرج موال وراني ديما عقل الله العادي ما سيخنا أتصاد كل تندوز وحضة فلاصة أتصاد كل تندوز وحضة منطقة ما فيها تشع حاجة نعم مطقة سيد الزوين معروفة بأنها قريبا من ركش في الحرارة مفرطة لا إله هيا إلا الله أنا في أخنا مدنة الزكي يا ربي بإني للا زهر بإني لاختي بإني لا إله إلا الله قلوبنا معك للا زهر هالشي اللي وقع الأختنا زهر أشكي تسمى تسمى اكتئاب بعد وفاة الزوج واحد الحالة النفسية كتصيب النساء المرأة اللي كيكون عند ارتباط قوي مع زوجها كيكون دك الزوج فيه الوفاء هو ابها هو أخوها هو ولدها هو كل شي بالنسبة إليها وكيكون مكلف بكل شي وهي عيش معها معززة مكرمة كيكتب الله تعالى ويأخذه إلى جانبه يلتحق بالرفيق الأهلاء المرأة اللي عند هذه العلاقة مع الزوج في الغالب كيوقع لها واحد الحالة الاكتئاب ما بعد وفاة الزوج كتشعر بالوحدة كتشعر بالفراغ وكيلك تبقى دائما تسرد سيرته وأنه الدان هنا ومشابيه هنا وقليه هنا وكتفكر خصوصا اللحظات سائلة دوزة معاه وكتأسف عليها وخصوصا خصوصا كتفكر اللحظات اللي كان معها شي لقطة مشهية هديك وقع فيها غيار أو وقع فيها شجار كتشعر بالندام كتقول يا ويلتاه كنت نبقي مازال معاي الآن ننبس لها الراس واللي الدين والرجلين ونبقى مجموعين هذه حالة نفسية تنتابو بعض النساء كما قلناك تسمى اكتئاب ما بعد وفاة الزوج يبدو أن أختنا زهراء عند إحساس مرهف وكان ارتبطها قوي مع هذا الزوج فوقع لك الذي وقع للا زهراء أنت قلت بأنك مدلت حاجة خيبة وكتصلي وكتعبد ربي وكتسأل هكتشي اللي يقع لك ما هو هذا كتسمى للا زهراء الابتلاء الابتلاء كالبلاء وكالابتلاء البلاء هذا ككل إنسان در الدنوب إنسان ربما فرط في دين الله ارتكب محرمات صار قازانا ضلم هذا كتسمى بلاء الله عز وجل يعاقبه على صنعه وده فعل حسن لأن مدم ربي عاقبك يحبك ويريد أن يكفر عنك خطاياك ويريد منك أن ترتدع وتلتحق بسلك الصالحين أما الابتلاء هو غير البلاء الابتلاء خاص بالمؤمنين قد قل المؤمن كيد الجهد ما أمكن هو ليس معصوم هو توام خطئ بشر ولكنه يبدو نجوده في الطاعة الصلاة العبادة كي بعد من المحرمات كي قاوم نفسه كي يجهر نفسه ولكن مع ذلك يتعرضوا للابتلاء ما مقصوده هذا الابتلاء في الحديث قال لك إذا أحب الله عبدا نال منه إذا أحب الله عبدا نال منه ملك حبك الله تعالى كي يخذ منك شي حاجة باش يشوف مقدار المحبة بينك بالله أكيد أن زوجك محبوب لكن حب الله في القلب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله دائما ربي عز وجل كي يجي عند العبد المؤمن يبتليه وكي يبغي يخذ منه أعز ما يملك كي يدي منه حبيب أو قريب يموت كي يدي منه رزق كي يدي منه طرف من الصحة كي يدي منه السعد كي يدي منه الظهر كي يدي منه شي حاجة معينة عند قيمة كبيرة كي يبغي ربي عز وجل ينظر كيف تصنع المؤمن يقول لك اللي ضع ضع لكن ما زال عندي رسل المال شنو رسل المال دي لي الإيمان بالله اللي بغا تضيع تضيع الدنيا كلها تقبل وتدبر ولكن رسل المال كله هو الإيمان بالله تعالى لن نظهر هذا الزوج منهر تبطي به رهى مولانا سبحانه وتعالى كاتب في سيهل المحفوظ وسبق في علمه الأزلي بأنك ستعيش معه فترة زمانية محددة بالزمان والمكان ثم ستوقع الفرق هذا كتبه الله تعالى فعلينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطعك لم يكن ليصيبك الشوخة تكوني لنا زهراء محافظة عليه بيدكو سنانك كان غدي جمالك الموت وسوف يأخذه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انهار بغيت وفاه الله تعالى صحب كل مدير به أم هات المؤمنين محوط به أمنا عائشة ناس في حجرها ودخل إليه ملك الموت وقال السلام عليك يا رسول الله فرد النبي الكريم وعليك السلام يا ملك الموت ثم سأله هل جئت زائرا أم جئت قابضا فقال ملك الموت يا رسول الله كل من أتيه أتيه قابضا إلا أنت جئتك مخيرا بين أن يمد الله لك في العمر وبين أن تلتحق بالرفيق الأعلى فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى آخر كلمة نطق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزهقت روحه الطاهرة لا أحد يستطيع أن يغير القدر لأن كل واحد مرتبط بالزمن والمكان والموت قاهر العباد الموت قاهر وربنا عز وجل من صفاته وأسمائه القهار فالموت حق علينا جميعا أشخاص ننذروا سنحزنوا أكيد لأن الفرق صعيب والطرف من الكبدك يتشوع والإنسان يشعر بالضياء ويشعر بوحد الحالة النفسية في اكتئاب ولكن مع ذلك يقول الأمر لله من قبل ومن بعد ربنا هو الحي الذي لا يموت الحي القيوم لن نزهر سننسكنا لا بأنك خليك مع رب العالمين رأى واحد العدد دي الأحباب من اللي يمشي لهم الأحباب دي لهم وكيشعر بأنه وحيد وحده من الجوج إذا بقى كيقول أنا وحيد أنا وحيد غير تستع غير يحمق غيرك بالوسوس والحالة الثانية غير يقول أنا عندي الله أنا معي الله أنا برحاب الله ضع لي كل شيء بقى لي الله تعالى هو رس المال هو الفضل هو كل شيء أش كيوقع لك ديك السعالة لزهر كيوقع لك الأنس بالله وكيوقع لك المحبة بالله وأنا داك قلبك يشيع منه نور الله وأنا داك ربنا عز وجل يسخر لك أفضل خلقه هناك بشر مخلوقات لله رجال والنساء يتموا أهل الله يسخرهم الله لك يسوقهم إليك سوقا هذا عنده المال يحسن إليك بماله هذا عنده الحنان يحسن إليك بحنانه هذا عنده الخير يحسن إليك بخيره أتلقي بأن الله تليسوق إليك وحد جماعة من أهل الفضل من أهل البركة أربنا يسوقهم إليك سبحانه وتعالى وتكون ضيفة بإذن الله سدى المستمعين الله يجزيكم بخير هذه أختنا للا زهراء من منطقة سيدزوين كما سمعت بأنها تشعر بالوحدة وبالفراغ رأى ممكن ساعدها جميعا مساعدة قد تبدو لنا بسيطة ولكنها كبيرة عند الله المساعدة يوحد الفتحة نزفتحة إلى السماء وربنا عز وجل الآن معنا يسمعنا ويرانا وله جنوده ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو قادر بأن يحميها ويكلأها بالعناية والرعاية فدروا معنا وحد الفتحة والله جزيكم بخير اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين هذه أمة كلل زهراء تشعر بالحزن وتشعر بالفراغ اللهم املأ قلبها إيمانا ويقينة اللهم يا رحمن يا رحيم اجعل زوجها وفقيدها في جنات الفردوس الأعلى اللهم اجعل قبره روض من رياض الجنة اجعل قبره مزارا للملائكة اجعل قبره روح وريحان وجنة نعيم اللهم أسكنه فسيح الجنات وبوئه مقعد صدق عند ملك مقتدر اللهم امدل محبته صبرا اللهم امدل محبته صبرا اللهم أختنا زهرة يا رب قو معنويتها واحفظها من وساوس الشيطان اللهم املأ قلبها نورا وإيمانا اللهم آنس وحشتها يا رب آنس وحشتها اللهم أسعد قلبها واشرح صدرها وهيئ لها من أمرها رشدا وسخر لها أهل الخيري وأهل الفضلي وأهل الجودي وأهل الكرمي وأهل السعدي يكونون حولها عن يمينها وعن شمالها سبحانك سبحان من سخر هذا لهذا اللهم سخر لها أهل الخير قريبا وعاجدا يا أرحم الرحمن قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم نعود أيها الأحب الكرام ونستمر في استقبال المزيد من المكالمات واللائحة تبدو طويلة ننتقل الآن من سيدزوين إلى إقليم واجدع مع أخينا سي عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا أستاذ لباس بخير الله يبارفك سيد عمر الله يجزيك عنك الخير يا أستاذ لها البرنامج الطيب المبارك الله حفظك أخي عمر الله يبارك فيك مولي الله العظيم يا دكتور استفدنا يعني واحد الاستفادة إن شاء الله يعني طيبة مباركة وتعلمنا يعني كثير نتهل المسائل يعني ما كناش عارفينها يعني والشباب بتبارك الله يعني والله يجزيك كل خير يعني حفظك الأخوة يا عمر الله يكبر بك مولي يا دكتور الله يخليك أنا مقيم في الخارج لما دخلت يعني لحتى أن الوالدة ديالي يعني تقريبا في التسعينات من عمرها يعني قد تخطئ في الصلاة يعني ربما في عدد الركاعات يعني بسبب السن يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني وأنا نحرص باش نحاول نفحح لها إلى آخر ولكن مع الأسف الوقت قليل عندي هنا نرجع يعني ما نبقاش في المغرب مقيم في الخارج لا إله إلا الله الله يتمنى كراجا سيدي عمر لا إله إلا الله الله يدرك فيك يا أستاذ وبغي تسألك على النسوك أنت الحج يعني الآن وأن النسوك أنت الحج لذا أي وش بالنسبة للآداء يختلف يعني مش نفس الآداء نعم ودكتور الله يرضي لي كثير واحد كنت سمعت واحد للأخت من إقليم ترودان تعالى ما أعتقد أم ضوحة نعم آه كان جبلها الله شي والد الناس أي وقال الله يكون عليها والله يسعدها والله يبرك لها يا رب يا رب وإلا كنت باقي بغيت إلا كالممكن أن نتواصل نتواصل لها إن شاء الله يا سيد عمر بإذن الله بإذن الله الزواج قسمة ونصيب يا بإذن الله سيد عمر ونحن نأخذ الرقم تالي فون دي لك سيد عمر ونعود نبع تقول الأم ضوحة من ترودانت لعل ربي سبحانه وتعالي يجب لها النصيب بإذن الله إلا كنت بقى مازال مرتبطتش بإذن الله يا عمر شكرا لك نمرة دي لها تشغيل في التالي صافي هي أمامي 066 نعم هي أخويا 066 وفيها الأرقم الأخرى واخويا أنا سجلتها هاي أمامي بإذن الله وإن شاء الله نتصد بأم ضوحة من ترودانت المرأة التي توفي عنها زوجها وعندها بنية عند 6 سنين وكتحفظ القرآن وعلى درجة عالية من الأدب والأخلاق وهي فقيرة ومحتاجة كلنا فقراء إلى الله وبغا تكمل دينها هذه فرصة أنا ربي عز وجل سبحان من سخر هذا لهذا سيد العمر كنحييوك ومن خلالك كنتحية لأهلي وجدة المدينة المباركة المدينة التي تتفاخر بمساجدها وتحية كبيرة لك سيد العمر من خلال الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي كي يجو في هذا الصيف وكي يشرفونا وكي يسعدونا ملك يوقع اللقاء مع العائلة ومع الأحباب رغم أن الوقت ضيق جدا شهر ما كفيش إذا نقصنا منه الدهاب والإياب وبعض الإجراءات كتبقى أيام معدودة أخي عمر الله كملك رجاء سيد عمر الوالدة عند تسعين سنة وأكيد أن هذا السن المتقدم الإنسان كي يبدو يخطأ في الصلاة فهذا شؤون متوقع أكيد أن الإنسان العقل يخفف وإحنا عاف بأن من مناطق التكليف العقل البلوغ العقل الحرية هذه تسمى كل شروط التكليف العقل الإنسان يجاوز واحد السن كي يبدو عقلك يخفف كلك يقال النسيان كيقال السهو كلك يقال الزهايمر فهي مرفوع عن القلم تصحح لها على قدر ما تستطيع فما فعلته إن شاء الله تعالى يكون مقبولا عند الله تعالى تكفيها النية الصادقة أنها كتسمع الأدان كتتوضى مرة كتيم كتقل القرآن كتسجد كتركع قد تخطئ قد تصيب ولكن هي في عبادة هي في عبادة رغم كبار سمها فالله يكبرنا جميعنا لطاعة الله وهنيئا لك بهذا البر للولدة سي عمار ما تشغل سلتك بتصحيح عليها لأنك أنت قد تمشي للخارج وغيرت بقى هي يكفي أنك قل لها الولدة حول ما أمكن أنك الضبطي تفقها تفيقها ولكن عقلها يبقى دائما 90 عام لا ما سهلش الناس المحيط بها توصيهم يبقوا مرة مرة يردونها البال وأحفظ الحاجة تصلي مع الجماعة إلا كاتمع عاشي بنت خرى في الدار أو شمرة تانية قل لها صليتو يا جماعة ديروا جماعة المرأة تصلي بالمرأة جماعة وأنا داك أضبط أكتر لأن صلاة الجماعة فيها فضل عظيم من غير الأجر والتواب كاتخلي الإنسان أنه يضبط الصلاة دياله وأنه يطمئن في رقوعه وسجوده وقراءته سيد العمر قد يتنسك في الحج هي ثلاثة الأنواع يتنسك كين تمتع وكين القران وكين الإفراد كين ثلاثة هما يفهم كل واحد ميسر له التمتع هو خاص بعموم الناس سيدنا النبي صلى كان صلى بالقران ولكن قال لهم التمتع أفضل المغاربة عادة من يمشون الحج رأى معظمهم كيدخلوا بالتمتع شنو بالتمتع هو أنه كيدخل الحج بالعمرة كيأدي العمر ساعتين كتسلي العمر ساعتين تتساعت هيا سالة وكتحيد لإحرام وكتلبس جلاب ولو الفقية وكتعد متحلل وكتبقى ذاك المدة كلها بحل سائح كتمش للأسواق لبج لبيتك مع المراد يالك معاشرة زوجية كتدير طيب كتستحم كأنك في بلدك هذا كتسم التمتع ومن لك يقرب موسم الحج ثمين يدي الحجة كيعاود جدد لإحرام كيلبس لبز الإحرام كيقول لبيك اللهم حجة في الأول قال لبيك اللهم عمرة إلى الحج داست العمر داست الأيام دي التمتع عشر أيام خمستاشر يوم كيلس كيتسارم عرسوم كأنه سائح حتى كتصل ثمين دي الحج يعني يلبس الإحرام من جديد ويقول لبيك اللهم حجة مليك سالي خاص يقدم هدي هدي اللي هو الكبش تماكي شريه من واحد مجموعة دي المؤسسات اللي مكلفة بالأضاحي هي كتخلص لها وهي عند التوكيل هي كتشري الكبش وكتدبح عليك يوم النحر وكين كذلك القيران هذا خاص الناس اللي هم مزروبين بعض الناس كيمشون للحج عندهم التزامات كيكونوا الأطور دي الدولة كيكونوا وزراء برلمانيون كيكونوا ولاة وعمال وقضاة وقادة وشخصيات كبيرة عندهم مسؤولية بغي أدي الحج ولكن هورا مسؤول البوصل دياله حساس إلى غادر مخصوش غادر أكثر من 15 يوم فهذا كيدخل بالقيران عشنا هو القيران أنه كيدخل بالنية عمر وحج بنفس واحد كيدخل كيمشتان لأخر حتى كيقرب موسم الحج كيدخل يومين ثلث أيام كيبقى لابس نفس الإحرام كيدل طوف واحد ساعي واحد وكيدخل عمر في حج وبغى بغى يفوز بهم جوج بغى يقض أجر حج وعمر كيدخل عمر في حج في طوف واحد ساعي واحد فاز بعمرة وحج في وقت واحد خصو لابدك يهديدك لهذه ذك الدبيحة وكل نوع تلك تسمى الإفراد الإفراد هذا غير حج ما في عمر هذا كيدروا بعض الناس المقيمين في مكة المكرمة بعد السعوديين كيجي واحد مباشرة كيجي مباشرة إلى مينان في الثامن دي الحج كيدو وزك خمس يام دي الحج يوم ثمين دي الحج يوم التروية يوم تسعودي الحج يوم عرفة يوم عشرة الحج يوم النحر يوم 11-12 أيام التشريق وذك التلتاش ما كيديروش يزرب وهذا النس الإحرام كيحيدو دغية وكيكون يرغح حج فقط ما عندو عمر هذا ما عليش لهذه هذه أنواع النسكة الثلاثة في منسكنا وسبحان الله غن تكلم على فيما بعد غن تكلم على الفلسفة وغن تكلم إن شاء الله على الحكم والأسرار الخفية وهي كثيرة وفتح الله تعالى على العلماء في ذلك ويفتح الله تعالى على من يشاء سيعمار كنشكرك أخويا وبرك الله فيك وحافظك الله ورعاك وشاف الولداء وأكثر من أمتالك ومن خلالك نحيي جميع الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تشرفنا بالدخول إلى أرض الوطن يلقع اللقاء بين الأحبة والله يكمل لك رجاء وأمضحة في الانتظار لعل وعسى يكتب لك الله ما كاتب الخير معها نتحول من وجدة إلى إقليم ششاوة مع للا ربيعة سلام عليكم أستاذ كورايبان الحمد لله لا مشد لنا الخط وأشكركم كثير على هذا برنامى الشيق ديالكم الله حمدك للا ربيعة الله يكتخيرك للا كنت طلب أنا مش عاب أنا إذن للأم ديالي وكنطلب منكم من المستمعين الكرام يدعو معها بالشيسة إن شاء الله وحتى الجدى ديالي وإحنا كلنا العائلة كنتستمعوا إليكم ومغيت حتى أن الوالد ديالي تدعو معها إن شاء الله بالهداية طريق المستقيم والأخ ديالي وأنا إن شاء الله يسأل علينا الله في المسأل الدراسي ديالنا يا ربي يا ربي قل يا بنتي فاش تقرير في المستوى الدراسي ديالك إن شاء الله لأن جاء المستوى باكالوريا سبارك الله يا بنتي الله يكمل لك الرجاء الله ينجح يا ربي يا كريم يا ربي آمين يا ربي آمين وإحنا كنتشكركم كتير لها لبنة مجل لكي تخل الفرحة على المقلوب وكيقر وكي تقرب لها من الله سبحانه وتعالى لا الله يصلحك يا بنتي الله يصلحك وكن طلب المسلم إن كرم إن مرتو إسراد دعوة ديالة ومطلبهم على الأم ديالة بالشيفة وإن شاء الله لأنها عانت كثير بالزاف بعسلين ويكت عاني من المعرض ديالها الله يشافيها ويعافيها يا ربي يا ربي يا كريم بإذن الله بنتي بإذن الله حافظك الله ورعاك الله هذه بنية من بناتنا في المغرب نحنا محظوظين لأن الله عز وجل جعلنا في هذه التربة المباركة دب هذه وحدة من بناتنا في منطقة بائدة في شيشاوة شتوك باش كتتكلم كتتكلم بالأدب بالإحترام بقوة الإيمان هذه التروة الحقيقية اللي في بلادنا إلا كان البولد الأخرى تفتخر عند تروات عند البيترول عند الجاز عندها التيرسانة العسكرية عندها التمويل المالي عندها المونديال احنا عدنا الطاقة البشرية عدنا شعب اللي هو مطوع عدنا شعب اللي هو ميسر عدنا شعب اللي هو متديم وعدنا شعب اللي هو قانوع وعدنا شعب بغى غيريش بسلام ويبغى ما يفرطش في الدين دياله أي حاجة مشات لنا الله يهنيها كونك يوقع لنا تفرط في أشياء دنيوية ما كان بس لأنها ما الدنيا يبقى فيها إلا حاجة وحدة ربيعة الأم ديال الله يشافها كتبالي الحمد لله مغربون على خير من اللي كنسمعه بنية صغر ولولدة شباب صغر كيتك الموقع كنقول الحمد لله ما زال الجيل اللي غدي يجي بعد منا غدي يكون بإذن الله أفضل منا بكثير احنا أخذينا المشعل من عند الآباء والأجداد وحنا بدورنا عن سلمه للأبناء والأحفاد وعند يقين بأن الجيل المغربي اللي غدي يكون بعد من نحن غدي يكون أفضل منا بكثير في قوة الإيمان وفي قوة اليقين وفي العمل والجد والمتابرة وفيها الصدق وفيه النية وخصنا جميعا نعمل على تكوين هذا المشروع مشروع أبنائنا وبنتنا يكون أفضل منا وربي غدي عاوننا رغم الإمكانية القليلة رغم الجهد المتواضع ولكن لكانت الصدق وكانت النية مولانا الله تعالى السنة المستمعين هذه اللي بنيك يطلب منكم تساعدوا بالفتحة وهذه الفتحة عندكم تظن بأنها شيء بسيط رهي أعز وأكرب ما في الوجود لأن ربي عز وجل أحب ما يحب من عباده ودعاؤه رحنا الملائكة يغيروا منا من اللي كان دعيوا الله تعالى الملائكة يشعروا بالغيرة حتى الملائكة منهر خلق الله آدم وجمعهم غير يخلق آدم قال لهم إني جائل في الأرض خليفة ناضي وحد مجموعة دي الملائكة الأطهار وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الملائكة الوظيفة ديالها هي التسبيح والتقديس لله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حينما عرض عليهم الله تعالى هذا العرض وقالوا ونخلق آدم في الجنة وحد الكوكبة من الملائكة قالوا لا يا رب كيف تخلق هذا البشار يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح ونذكر قال لهم الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون وحينما يتجمع الناس على الدكر ربنا عز وجل يباهي بين الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي انتم قلتم بأن البشار لغا تخلق في الأرض سوف يكون من المفسدين ويسفك الدماء وأنا قلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون فكل مجلس في أهل الدكر وأهل الصلاح رب سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة المغرب دينا الحمد لله إلا كان شيء نفتخر به هناك مجالس الدكر في كل مكان عدنا الحمد لله المساجد كم عدد المساجد في بلادنا يربو عن 54 ألف مسجد حسب الإحصائية الرسمية وناهيك عن قاعة الصلاة هذا العدد كيبي بأن هناك أماكن فيها العبادة والطاعة على استمرار وكين بعض المدن المغربية اللي بين جامع وجامع كين جامع ثم كين الزوايا شنين الزوايا هي أماكن الناس مش بحل الجامع الجامع عنده توقيت عنده واحد الاحترام عنده واحد تقدير واحد القدسة الزوايا هي جامع ولكن بحل دار الضمانة الناس كيدخلوا لها يأكلوا فيها وشربوا فيها ونعسوا فيها ويجمعوا فيها وإذا أقيمت الصلاة قاموا للصلاة ولو قعسي عرس تمكي ذلك عقد الزواج ولو قعدشي خصومة تمكي وقعد صلح هذه الزوايا موخودة من السن النبوي الشريفة من أهل الصفة أهل الصفة لهو مكان ضليل بالقرب من المسجد النبوي نتمجوا أهل الصفة وأهل التصوف وغيرها فكانت المغرب معروف بهذه الزوايا أشفيها فيها الدكر النس كي اجتمعون لذكر الله خصوصا على مدى على الإنشاد بالصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكين دون القرآن هذه خاصة غابة تلاوة كلام الله دون القرآن كثيرة وكبيرة جدا في بلادنا مراكش كتبقى دائما هي النموذج دون القرآن ثم الجنوب تارودانت وتزنيت والمدن الجنوبية عاد خليك غطانجة تبارك الله دون القرآن فيها تم خلطت الجائزة الأولى في المنافسة من حيث تنظيم ومن حيث هادو كلهم مجالس الذكر فمدام الحمد لله هادو الخير عندنا في بلادنا ما نخافوش الناس كيتكلموا بعد الخطاب الملكي السامي كيتكلموا بزاف على المشاكل الاقتصادية اللي عندنا والفقر والهشاشا والبطالة ونعم هادو شيكين موجود ولكن ما ننسوش الوجه الآخر اللي عندنا في مغربنا عندنا الحمد لله عندنا الإيمان وعندنا القوة للتديون وعندنا صدق التديون ومن هنا رب عز وجل غينزل علينا البركة وغينزل المطر في إبانه وغينزل كل الموسم الفلاحي جيد جدا وغادي يكون شاء الله تعالى الرزق يتدفق علينا لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وغادي يعطينا الله تعالى البركة في الدين والدنيا والأخيرة فهذه البنية كتطلب منكم واحد دعوة دي الخير من شي شاوة اللهم يا ربي الأم ديالها والجدة ديالها كيعانهم الأمراض والأسقام داروا الأسباب والأطباء داروا ما في جهدهم والوضع الصحي وخافي أزمة وفي واحد المجموعة دي الإكرهات ولكن هذا جهدنا لكن نتوجه إلى مولانا عز وجل بالشفاء يا رب من أسمائك الشافي العافي نسألك اللهم باسم الشافي العافي أنت شافي هذه الأم وهذه الجدة من كل داء وكل سقم وكل علة اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقى ألم واشفي يا مولانا كل المرضى مرضى المسلمين اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين قلوا معنا آمين يا ربي يا كريم وهذه البنية كتطلب لبها الهدايا الأب غريب لما كتعود البنية كتطلب لبها الهدايا هنا كان قربنا السطور وفي خلال الكلمات كالقوب أن هذه البنية لعل والدها مفرط في دينه وهي فيها نور الإيمان هذا هم الأولاد الصالحين يطلبوا لولدهم الهدايا كالأب المفرط في الصلاة كالأب المربما مبتلى بالتدخين كالأب لما بغير دير الزوجة التانية شاف مرته مريضة وبغير دير المرأة التانية وغير تخلى على ذلك اللولة يعني هي محتاجة إليه يكون دعم النفسي والمادي هو يخلىها وزاد لا شك أن هذه كلها تجليات فنطلبوا الله تعالى هذا الأب الله يعطيه الهداية والتبات والصلاح والبركة والتسير ويجعلوا هو المنار دي العائلة جمعاء بنتي ربي عام نطلبوا الله أن تكونوا الأخذ لك اللعطيكم النجاح والفلاح وتكونوا إن شاء الله تعالى الجيل دي الغد اللي غد يحمل المشعل ويكون فيه العلم والعمل والدين والتقوى والصلاح في هذا البلد الأمين اللهم أمين يا ربي يا كريم وغنشيو من إقليم ششاوة إلى تازة معللا سليمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كدر عمال طبيب لباس عليك الله يبفك بنتي سليمة نشكرك عني بزاق حفضك الله ورعك بنتي سليمة الله يخليك حر ترسلت سديك أي يوم القيتنا هنا وماش بجليه أشل الخط مرحبا بنتي مرحبا بنتي سليمة وتحية كبيرة لأهل تازع المدينة الطيبة المدينة الهادئة اللي بريدوز الكورنجيم في التاجع الله بارك الله وفيك عمي لا خليك عمي بغت نقدم واحدة الكلمة على وطننا الحبيب مناسبة عيد العرش يا أهلا وسهلا بك لله سليمة بارك الله وفيك عمي وطننا المغربي يقتر معيوننا حبه يجري فاروقنا بلادنا جنة ريح نفوسنا وريدها الحمراء تزعزع قلوبنا الصحراء نغمروا عليها بأرواحنا وندروا على أرض أزدادنا الصحراء دياننا حبها في قلوبنا نحفظوا علي المغربي هو بيتنا نخدموا بروح المواطنة بيناتنا الله ينصرنا على كل من عادانا الله ينصر سيدنا كي يوفر أمن بلادنا وطننا الحبيب كنز عدنا نحفظوا عليهم ونتعاونوا فيما بيننا نضحيوا بأرواحنا ونحفظوا على توراب بلادنا نفتحوا ببلادنا المغربي العزيز وغالي علينا المغربي مشهوروا بتاق قاليدنا وعتناها ما عند أزدادنا ما أحلام مغربينا الله ينصر مالكنا نضحوا علي المغربي مهما كان في أحوالنا ونحفظوا على استقرار وأمن بلادنا نغيروا على بلادنا بروح المواطنة تكون بيناتنا نغرسوها في قلوب شاببنا باش حافظوا على وطننا نديروا اليد فلي بدوا نتعاونوا فيما بيننا على كل من حاول تعدعات أمن بلادنا نفتحوا بمغربينا هو تشفوا قريصنا مغربينا جبال الخضراء تريح قلوبنا ومياه الزقاء تنسينا فهمنا شعرنا الله الوطن الملك تهز قلوبنا الله ينصر سيدنا الله أكبر تبارك الله تبارك الله اللهم أمين للا سليمة تازية للا سليمة من إقليم تازية تبارك الله بنتي سليمة تعرفه عليك شال السندي للك ابنتي عندي 13 عام تبارك الله تبارك الله ومستوى كالدراسي لأنا عمي مقطع الدراسة تبارك الله تبارك الله رغم أنك مقطع الدراسة وأزمة تعليم وأزمة كده لأنا أعرف دادية وعندنا دراسة دعيدة ومع ذلك هذا الكلام وش كلامك انتي وانقلتها من شي جهة لا اعملي انا كنحبها رسمك عندي هذا الهوية لكي تابع تبارك الله ابنتي تبارك ما عندي هذا تحدي الواقع القاروي وخماكنش المدرسة وخماكنش هناك التعليم ولكن هناك تحدي انا تحية كنقدم لك تحية للإجلال والإكبار انك كتخلقي من المعرفة من ما هو متاح بين يديك لا اعملي كلمة من القلب كي خرجه حقيقة فمنها من القلب وحسينة بها وكان حييك للروح الوطنية انتي دبل انا بنتي سليمة مدرسة انتي مدرسة كنسمع بعض خطابة سلبية ولكن خطابك ايجابي جدا شكرا لك عملا اخلي كامل داليا مع الام ديالي والاب ديالي مع اخوتي اخواتي يا ربي بنتي بإذن الله يا ربي بإذن الله بنت سليمة كان شكرك شكرك الجزيل للا سليمة وحنا هذي هذا تسجيل مرة تانية نسجل بأن الحمد لله المغرب ديالنا رافيه من الخيرات والبركات وهذا البراعيم وهذا الأطفال وهذا الزهارات شوف دباء العالم القراوي عادة اللي تكلمنا عليك نقول بأن هناك التهميش هناك التمدرس غائب هناك المدرسة مكيناش هناك المسالك الطرقية الوعراء اللي تتخلي الوليدة المدرسة مقاوش ومع ذلك هل قينا بنية تتكلم بعربية سليمة وفيها روح وطنية قوية وهذا على مدى ينبئ رأى ممكن الإنسان بلا هذه الوسائل رأى المعرفة ممكن نصليها نصليها الحمد لله مع الانترنت مع الوسائل الاتصال وهذه الإداعات على القرب اللي أصبحت كتنتشر في البيوت في الجبال في الهضاب في كل الأماكن كل هذه وسائل متاحة للمعرفة بنتي سليمة الله يعطيك السلامة والعافية فأينما حللتي وارتحلتي والله يبرك لك في الوالدة والوالد والعائلة والأحباب وشكرا لك احنا ملك نسمعون بهذا الكلام نطمئنه على واقع مغربنا مغربنا الحمد لله غير زيد إلى الأمام الشباب دينا غادي يكون في الإيمان الروح الوطنية هدو جوش لعناصر قوية إلا حفظنا عليهم والله عمرنا نخافه اللولة الروح الدينية لهي الأساس والتانية هي الروح الوطنية إلا حفظنا على هاد جوش القيم القيم الدينية والقيم الوطنية كنوا مطمئنين بأن مغربنا سوف يخطو خطوات إلى الأمام وسوف يتجاوز كل الإكرهات والمعيقات وسوف نكون إن شاء الله في مصاف الدول العظمى شكرا لك للا سليمة من خلالك وأمتالك نأخذ خطاب الأمل ونأخذ الإحساس بالتفاؤل حفظك الله ورعك نتحول من إقليم تازة إلى إقليم باب الرد مع للا الوزنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنت الوزنة الضهي باك فيك الحمد لله عمي الله أرحم والدك شكرا لك بنت الوزنة بقيلة قلت عليك أنت يا من دب الرد اللي فاقد البصر وكتعيش العزلة فوق الجبل بنت الوزنة نسولك واحد سؤال وش عمرك سافرتي لا يا عمي أنا عمري ما خرجت عمي في حياتي أنا عندي 28 سنة عمري عمي ما خرجت عمري عمي ما طلقت مع الشواحة عمري عمي أنا فقبل أمل ديالي عمي تقريبا موهما لا إله إلا الله لوزنة بنتي كيفاش أنك وش قريتي في المدرسة كنت رجحت لي لا عمي أنا أنا شيكة وقع له وقع له المدرسة أنا كنت رجحت للمدرسة ومرت إيه؟ مني مرات عمي ما صدتش المساعدة أنا لي بقدمي المساعدة لي بادينا للطبيب هيدا أنا يعني صعب مرات في العمينات ديالك بنتي بنتي الفاقرة صافي عمي أنتي عارس وكيفاش فقدت البصر ديالك بنتي الوزنة؟ مرات عمي مني أنا مرات إيه؟ مرات أنا يوقيت نطيحة شهر ونصن طيحة هيدا فصراش مكان نوتش والساعة لنوتي بايا نوتت سما بالجيلة عندي وحال جه كامل ما كوتا نحرخوش أيوان مرات الشي جاب الله الشي فات سماي يدي ورجلي كان نحرخي مزيان فالحاق في قد البصر ديالي مرقتش اللي يقدمي المساعدة عمي تماما لا إله إلا الله لا عمي كان طلب منكم وكان طلب الإيد عليكم وكان طلب أم الله تعالى وتبرك الرسالة ديالي عمي يوصل إلا كان شي مساعد ولا شي مساعدة اللي تساعدني يا عمي اللي يتعاون معي بنتي الوزنة هاد المدة كله 28 سنة تعلمتي شي حاجة قريتي شي حاجة لاوالو عمي لاوالو ما كان شي ما كان شي عمي لي بيزي في قدامي تماما أنا عندي آمل يا عمي أنا بيد الطيب الآخر اللي مشيت لا عنده إيه؟ قل لي عندي آمل بقد شب عيني وعندي آمل شب عيني أنا يا بالحق لي بيقدم المساعدة وزي بيقدامي عمي ما كان شي تماما ولا عائلة بنتي الوزنة العائلة دياليك والمقربين لاوالو ما عندي شي عمي ما عندي إلا الله تعالى وتبرك انفق مني هو اللي عندي صاغ ما عندي التواحي لما انت بنتي الوزنة كتعيش في باب برد آآ وش هادك المنطقة عمك خرجتي منها هادي 28 سنة هادي 28 سنة عمي عمري في حياتي في حياتي عند اللي خلقت الدنيا ما عمري خرجت لا إله هايل الله عمري خرجت وما كينها لجمعيات للمساعدة ما كوصلوا لعبنا للمسؤولين لا تحاجة عمي ودابا كنت طلب منكم وكنت طلب الإيد عليكم كنت طلب الرسالة بيارد وصل السيدنا وللمسؤولين ليقدم لي شي واحد اليد مساعدة عمي لا إله هايل الله بنتي الوزنة لك ممكن عمي ولا ساعدتني وتعاونتم عاين وغزني مرادية للإذاعة يسمعني شو مرحب واخا نسجنها بنتي سجنها إن شاء الله نقدموها الخير بنتي الوزنة بحلاش المساعدة اللي تطلبي ألو أنا معاك يا عمي أشني المساعدة لك الطلبي بحلاش أبغيت يا عمي أنا لا صد شي مسؤولي يعاوني أبغيت يا عمي نمشي لشي جمعية هيدا أنا ما نقدمشي لك يا عمي أنا بابدر ما أبقدش نقدر نغشي يا عمي لا صد الشي واحد اللي يحسن بي وقه هي الخير يتعاون معي يخرجني مني يا عمي أنا اللي هو ببلادي ما أبقدش نقبله ما أبقدش نقبل عيش ديالي هنا يا هذه أولا وثاني حاجة عمي لا صد شو واحد اللي يقدمني مساعدة خي يتعاون معي عم مادياً إذا عمي يتعاون معي شو حاجة أي يعني بزباب دل حاجة ما كان لقاشي باش نشري للسراس ما كان لقاشي عمي دابا العيد ماجي حق الله العظم حي لما ماجيشي لي العيد تماما لا إله إلا الله ونزيدك عمي أنا عمري جال عيد وفرحت إذا بشي لبسة أو فرحت عمي إذا ما كان لقاشي عمي لنشري حتى الصاب ونرس نصبب نبيع ولا عمي نجيو ونضو بوش نقصر بحرصي ولا عمي هاجة عمي اللي تعمي وشي واحد في الميستماع لي تعاون معي شي محسن عمي والله أعطيكم ما تمنى وقلبكم كاملين وكان عمي لقيت عمي قلبة هنا هذه المدة هذا جابان قل لي كان طلعا في الشيون سنة وأنا هاي بي لحول ولا قوت عمي احت امرد عمي امرد المرض بيال عمي الوزنة بنتي عندك أصدقاء عندك صديقات كتست تبدلي معهم الكلام دبك تقلب على شيء إجمعية تستقر فيها تتباتي وتنأسي وتاكل وتشوربي ولي تطول عمارك بنتي الله يطول عمارك ستبكينا الى بنتي الوزن ناخد الرقم ديالك إن شاء الله نحتفظ به لأن الوزنية واحدة من بعض المواطنات للبنات ديالنا لوضعية صعبة بحالة كانت تكلم معهم خارج الإداعة أشنو المطلب ديالهم ما طالبتها حاجة طالب غير بغي يستقر الوزنة النوع ديالها كتقلب على شي جمعية شي مؤسسة تحتضنها بغت سرير كنت نعس ووجبة طعام تاكلها وليك الفبشي مهمة تقم بها لأن الدائرة اللي تسكن فيها كان فيها فراغ وحتى ذاك التضامن العائلي وذاك التضامن دي المقربين ودي الجيران ولي عندنا قليل في المجتمع ديالنا ولي كل واحد يقاس بأنه وحيد هذا مطلب بسيط جدا كانت تلبون إن شاء الله تعالى من المسؤولين ديالنا في البلاد الأمين من بين المشاريع اللي احنا في أمس الحاجة إليها وهي مؤسسات ديال الإيواء كان المؤسسات على الإيواء خاصة بالعجزة وكان مؤسسة على الإيواء خاصة بالأيتام وكان أخرى خاصة بالأمهات العازبات الحمد لله مغربنا قطع أشواط في بناء وإعداد مثل هذه المؤسسات لكن كالقوا حد الفئة أخرى من المواطنين مشي أيتام ومشي عجزة ومشي أمات عجزبات ولكن تقطع به الحبل ومعرف ما يدير ومقراش ومتأهلش وكيبقى هكذا وقف المحل ديالو محتاجين إلى مؤسسات لتحتضن مثل هؤلاء المواطنين ويعاود تقديم المساعدة تفرحهم أولا ثم نؤهلهم فاقيدة للبصار ممكن تعالج إذا ما تعالجت ممكن تعلم واحد الحرفة واحد المهارة واحد الكفاية ثم نخلق شبكة تعارف لعلى ربيع تاشي زوج وتولد معه ولدات وتستقر ولكن أن تبقى هكذا حبيسة في أعلى الجبل في منطقة قروية مغلقة لا تنتظرك كما سمعتم إلا الموت ولا تفكر إلا في الانتحار هذه البنت هما مسؤوليتهم علينا كاملين حسنا أسرة وحيدة حسنا في المغرب أسرة وحيدة وحنا كنا معنيين أسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد والصواب السيد المخرج يشير إلي بأني قد تجاوزت الوقت المسموح به نكرب الله تعالى يفتح لنا وإياكم أبواب الخير وأبواب الفلاح وإلى لقاء الغد إن شاء الله تعالى إلى ذلكم الموعد أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين